رفعت اليابان مستوى الانذار من بركان يوم الثلاثة إلى اثنين من واحد وهو ما يعني ضرورة افتعاد الناس عن فوهة البركان بعد أسبوع من ثوران كبير لبركان آخر أسفر عن قتل شخص وإصابة عشرة تقريبا وحذرت الهيئة أيضا من احتمال أن يقذف البركان صخورا بركانية لمسافة تصل إلى أكثر من كيلومتر إذا حدث أي ثوران